في سؤال جلنا على صفحتنا ويقول هل لو حد هل لو حد ارتكب كل الكبر هل لي توبة نعم نعم وحديث من قتل مئة نفس الناس دايما بتقول من قتل تسعة وتسعين نفس وقتل الرجل كمل بالعابد المية حديث واضح مش بس كده قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنتوا من رحمة الله يؤيد وكمان قوله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن رب العزة لو جئتني بقراب الأرض خطايا جئتكم بقرابها مغفرة ثم غفرت لكم ولا أبالي يبقى ثم غفرت لك ولا أبالي يبقى إذن سواء الآية سواء الحديث سواء كمان ما نقله صلى الله عليه وسلم في سنته عن ذلك الرجل اللي قتل مئة نفسه هذا يدل على أن مهما كان الإنسان صعب معصية إذا دخل على الله بالتوبة إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يقبل ويقبل توبته ما لم يغير الشخص اللي سمعنا ده إذا كان بسمعنا دلوقتي يلا تؤكر على الله قول ورايا تبت إلى الله وندمت على ما فعلت وعزمت على ألا أعود إلى كل هذه المعاصي أبدا وأنت يا من تسمع توبتي على ما أقول شهيد يا رب اغفر لي وارحمني وتجاوز عني وارحم الراحمين هو ذات اللي احنا ممكن نعمله هو ذات اللي احنا ممكن نسير به إلى الله ونقبل به على الله نعم